في مدينة ياموسكر والهادئة والتي تقل فيها الحركة يقيم أغلب المناصرين الجزائريين الذين تنقلوا لمؤازرة المنتخب الوطني في نهائيات الكان المؤسسة العمومية موبيليس التي تكفلت بنقل الكثير من المشجعين حجزت لهم في فنادق لائقة تتوفر على كل شروط الراحة موبينا أوتل شباب مكلة شباب كل شي حاجة شباب شباب زاف وغفرنا الكيرا نروح من لوتل ملعب يدونا يجيبونا طولهم الحمد لله كانت عمليات محكمة التنظيم يعني الحمد لله تيكيات مجانا كل شي يعني حتى وصلنا لصداد بداية الدخول كان منظم جماعيا معلي قتاع موبيليس والحمد لله مراقبة المشجعين صحيا وتفقد الأكل داخل الفنادق ذلك ما يعمل عليه الوفد الطبي الذي رافق الأنصار لتجنب مخاطر الإصابة بالحمى الصفراء كانوا مدساء يدورون هنا يدورون على السيبورتر أشياء في اسميسونة أسوك عندك الحمى عندك المالادي بالأخصى هذا وين بدأتك أهضر من الولكامل قبل ما تعادل أنا أنا أحباً أستعليها كانوا يجبون أن يدورك حسروك قليلاً أصابة لا تقول لنا دعوانس باش يدوروا حسبهم باش يعطوك الأدوية اللي لازمة باش يجوزك الحال وتريح وصراحة ما في كل شبرطر بالنسبة للأكل شفنا بعينينا وكان هنا معنا أطباء والحمد لله حتى وحد لحد الآن مطح مريد ولا سمع الماكلة كامل خرجت علينا الإفواريون عبروا عن سعادتهم وترحيبهم بالأنصار الجزائريين الذين رافقوا الخضر في هذه الدورة مناصر المنتخب الوطني موجودون في أحسن ظروف في كل الفنادق في هذا الحي في الحقيقة أخلقهم عالية مرحباً بهم في يموسو كورو وأنا أتمنى أن تلاقي كوديفور الجزائر في المباراة نهائية أنا جد سعيد لحضور الجماهير الجزائرية إلى كوديفور أتمنى أن تفوز كوديفور بكاس إفريقيا والكاس ستبقى في كوديفور كل ظروف الإقامة والتنقل إلى بواكي وفرتها موبيليس لمشجعي المنتخب الوطني مع تأطير وتنظيم الأنصار لحظة الدخول والخروج من الملعب